اشتركوا في القناة وذكر موقع أفريكا أن الملك سيحل بباريس اليوم في إطار زيارة خاصة يقوم خلالها بعيادة وليدته لالا لطيفة بسبب مرضها هذا وتجري تحضيرات على أعلى مستوى بالدار البيضاء استعدادا لصفر الملك إلى فرنسا اليوم حيث اتخذت ترتيبة على مستوى الطرق التي سيمر منها الموكب الملكي مثل شارع إبراهيم الروداني كما لوحظت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين تعزيزة أمنية بجل الشوارع الرئيسية للمدينة كما أعطيت تعليمات لتنظيف الشوارع التي سيمر منها موكب الملك وكان الملك محمد السادس قد تجنب في الفترة الأخيرة زيارة العاصمة الفرنسية بعد تدهور العلاقات بين المملكة المغربية وفرنسا كما لم تستبعد المصادر عقد لقابين الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال تواجد الملك بباريس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر